بتهم أبرزها تشكيل عصابة منظمة على صلة بمشروع إرهابي يمثل خمسة متهمين أمام محكمة جنايات فرنسية خاصة القضية التي مر عليها عقد من الزمان هي خطف سبعة غربيين بينهم أربعة سحفيين فرنسيين في سوريا بين عامي 2013 و2014 ويمثل ثلاثة بين المتهمين الخمسة أمام القضاء وهم مهدي نموش الملقب أبو عمر المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014 إضافة إلى الفرنسي عبد المالك تانم وكذلك السوري قيس العبدالله فيما يحاكم اثنان من المتهمين غيابيا حيث يرجح مقتلهما في سوريا عام 2017 وهما سليم بن غالم والبلجيكي أسام عطار ولكن في غياب دليل رسمي على وفاة مشبه بهما أمر القضاءة بمحاكمتهما أيضا يواجه بعضهم تهمة الاحتجاز وارتكاب أعمال تعذيب وأخرى همجية ضمن عصابة منظمة على سلة بمشروع إرهابي وبتهمة التواطئ في هذه الأعمال لعدد منهم بحسب مصدر قضائي لوكالة فرانس برس كان المتهمون اختطفوا سبعة رهائن غربيين في سوريا بينهم أربعة فرنسيين وإيطالي وإسباني وبريطاني وأطلق سراح جميع الرهائن خلال عام 2014 باستثناء البريطاني ديفيد هينز الذي أعدمه ورفعت عائلته دعوة مدنية أمام القضاء الفرنسي